بعد تصريح الناري اللي اطلقوا المنتج والماكير محمد عشوب حول زواج الفنان سامير صبري من فنانة معروفة وان لديه ابن وان كان الزواج سرا وان هو انجب منها في السر طبعا الفنانة سماح انور رطت على كلام الماكير محمد عشوب وقالت انا اتجوزت مرة واحدة وانا ما اتجوزتش الفنان سامير صبري كنت اتمنى اتجوزه لاني ناس كتير جدا كانوا يتمنوا يتزوجهم انسان مصقف ومحترم وخلوق زي الفنان سامير صبري انا لم اتزوجه هي مرة واحدة اللي تزوجتها في حياتي وكان والد ابو ادهم وهو اسمه عاطف فوزي وكان طيار وهو توفى وطبعا يعني هو ما كانش فيه قصة حب بينها وبينه ولكن كانت متزوجة وهو توفى وابنها عمره سنتين وقالت ان هو اتوفى عام 1997 وهي طبعا ما فكرتش في الزواج تاني وان وجود ادهم في حياتها كان هو اهم حاجة في حياتها وهي عاشت حياتها عشان ادهم ولم تتزوج وصرحت ان الكلام ده خالي تماما من الصحة وان هي ما تزوجتش غير مرة واحدة وهو عاطف فوزي والد ادهم والفنان سمير صبري ماهوش ابوه وطبعا هي قالت ان انا يعني سمير صبري ده كان اهم شخص في حياتي وهو كان حاجة مهمة جدا في حياتي كان زي اهلي واكتر من اهلي لاني كان راجل خلوق غدا وكان على طول بيفتكر اعياد ميلادي واعياد ميلاد ابني وكان بيحب يقدي الواجب في كل المناسبات لكل الاشخاص مش انا بس كل الناس كان بيقدي الواجب وكان على طول بيفتكر الناس في كل المناسبات وهو طبعا الفنان سمير صبري في وقت سابق صرح مع الاعلام الكبير مفيد فوزي وقال ان هو كان يتمنى ان هو يتزوج سماح انور وهو طبعا بيحبها جدا وهو حاسس انها فعلا باستفارق السن هو كان عائق بينهم وان هو اشترى الدبل وكان هي تزوجها فعلا بالفعل ولكن لم يحدث الزواج وطبعا هو ما كانش فيه اي زواج وهي صرحت وقالت هي مرة واحدة وكلام محمد عشوب مالوش اي اساس من الصحة وهو ممكن يكون تبع السن وتبع الظروف السنية اللي هو فيها بيقول اي كلام وانا طبعا الفنان سمير صبري ده صديق للعائلة وانا من زمان جدا بكني له كل احترام وكل تقدير وهو برضو بالمثل هو طبعا بيحبنا جدا وكان بيحب والدي وكان بيحب والدتي جدا واحنا كنا عائلة واحدة قبل وفاة امي وابي وطبعا هو كلام كله كان خالي تماما من الصحة اشتركوا في القناة